حافيت الدراجي بعد مهناضية في المباراة بين الرجاء والزمالك بعد قدمت جامعة الملكية المغربية اعتراض على قناة الجزيرة ضد حافيت الدراجي اللي كانوا مغاربة كيبغيوه بحيث أنه كان عضو مؤيد للمغرب الفاسي واليوم خرج كيبين للكوره دل المغربة بحكم كان منحاز في الماتش دل الرجاء والزمالك وبدأك إعطاءا قنابل لمغربة وما كفاش هاد Like للدراجة تدخل في الشؤون للدولة المغربية واتهم المغرب بالخيانة وبالطعن في الموضوع للصحراء المغربية ومن هذا المنبار السيد الدراجي كنقوله لي كبلي ما بقيتش عزيز علينا وكنت منه ومن سمعوش صوتك في التعاليق في المباريات القديمة لأنه إحنا يا عمرنا ما كانت تهمه شي واحد ولا كانت تدخله في المسائل اللي بعيدة علينا والصحراء مغربية وغادي تبقى مغربية كما أنه عبد الحق الشراط اللي إحنا يا كان عرفوه كاملين كان الرد ديالو عبر فيسبوك تحت عنوان إذا أردت التدرج فبدأ بسلالي ميك فأبراجنا عاتية وما كفاش هادشي ودخل فيه طول عرض بتدوينة الخلاصة ديالها تكلف بشؤونك الشخصية حيث من أخلاق المغربة عدم الدخول في الشؤون الداخلية والخارجية لأمم والشعوب وكانت الخلاصة ديالتدوينة كلها أين تريد الغرق هل في البحر الأبيض المتوسط أو في المحيط الأطلسي لذلك فالقفلة تسير والكلاب وتنبح وهذا شعارنا الخالد دوما وأبدا وبرافو عليك سعب الحق الشراط أوه أنت متبرد أنت نؤلاء أنت رائع والأرواحيات الرازية